اشتركوا في القناة محيط احد الاندية فلم يستطع الفرار الحملة اسفرت على دبط فردين رجبين عربية بيبيعوا بيها مخدر هروين زبطناهم بيبيعوا للمدمنين المخدر هروين معهم ميزان وكمية كمية كويسة من المخدر هروين ودول من الاشقياء الخطر تم دبطهم وبواجهتهم قالوا انهم بيبيعوا الرواد النوادي والحمد لله تمكننا من دبطهم وجار تحرير المحضر اللازم الى وقت متأخر من الليل كانت الحملات مستمرة والتمشيد باستخدام الكلاب البولوسية متواصل من محيط نادي الى اخر تواصل العمل في اطار خطة وضعتها لادارة العمل لمكافحة المخدرات لتضييق الخناق على مرويج المخدرات بهذه المناطق قمنا بحملة حوالين بعض النوادي الكبيرة والشهيرة لتمشيد المنطقة علشان الشباب اللي هما في فترة الاجازات اذا كان تعاطي المواد المخدرة او الاتجار بالمواد المخدرة عشان نمنع اي حد يفكر ان هو يقرب من شبابنا ومن مستقبل مصر ان هو يمسهم او يفكر ان هما يدخلهم في مشكلة المخدرة احنا بنعمل حملات يومية وحملات اسبوعية مستمرة ما تستطيعش ابدا على الاماكن دي بنبتد نعقم الاماكن وبنشوف الناس اللي ممكن تكون متواجدة مشتبه فيها في الاماكن دي مرتاد الاندية الرياضية ثمنوا غاليا هذه الحملات التي تهدف الى حماية الشباب بتجفيف منابع المخدرات وطالبوا بالاستمرارية فيها الحقيقة حملة هدفة وفكرة عظيمة ونتمنى ان هي تستمر الحقيقة لانه جهود المكافحة بالتأكيد بتمنع شباب كتير من الانخراط في هذا المستنقع المخدرات افا كبيرة بطالبهم بتنشيط الاكمينة ازيد ودم الاندية اللي مبقى فيه برضو حاجات كتيرة بتحصل وطبعا ده حاجة كويسة جدا يعني تكون فيه تكسيف للحملات حوالي الاندية عشان الشباب وعشان اولاد الصغيرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة